الموسم الماضي كانت عندك لأول مرة تخرج خارج أسوار الجزيرة بصراحة صح؟ كلاعب وكمدرب وتوجهت لنادي الحسين اللي تاجر فيك بمشروع جديد وعطاك الصلاحيات بتعاقدات بدأ الموسم بالشكل اللي ربما الكل تحدث كيف كانت بدايتك خارج أسوار نادي الجزيرة؟ شوف يعني بعد تقريباً 30 سنة تطلع لأول مرة من نادي الجزيرة مش سهلة ولكن أنا كمدرب لازم يكون في مغامرة فأنا غامرت بنادي كبير اللي هو نادي الحسين نادي الحسين لديه رئيس نادي بصراحة مكسب للكرة الأردنية أستاذ عامر أبو عبد سواء وجوده في الاتحاد الأردن للكرة القدم أو في نادي الحسين ونادي الحسين جمهوره عريض جمهوره كبير اسمه كبير تاريخه كبير فالحمد لله رب العالمين قدرت في البداية أنه أوصل للأنا بالدية مع نادي الحسين اللي بدي أحكيه سواء في نادي الحسين أو غير نادي الحسين أنا في نادي الحسين كان لاتفاق مع إدارة نادي الحسين أنه إحنا نكون نبن المربع الذهبي وهذا مهم جدا أنه الكل يعرفه وكل الأندية تستفيد سواء من الحسين أو غير الحسين كان الهدف أنه إحنا نكون ضمن المربع الذهبي أنا لما جيت على نادي الحسين كان بكشف نادي الحسين خمس لاعبين من بينهم حارسين نقدرنا حسب المراكز نجيب الأسماء اللي شفتوها الموسم الماضي الحمد لله رب العالمين جبنا تقريبا 11 لعب جبنا 11 لعب وكان الهدف أنه نكون ضمن الأربعة ومن نفس الوقت الإدارة طلبت مني أنه في عنا أربع خمس لاعبين منتخب شباب أنه هدول ممكن نزج فيهم خلال الموسم على بركة الله ماشينا الحمد لله رب العالمين سبع مراحل من عمر الدوري إحنا كنا متصدرين دوري بدون أي خسارة صاحة عدلنا ثلاث مباريات كان عندنا أربعة فوز هون بصراحة تغيرت نية الإدارة وطموح نادي الحسين اللي بدي أحكيه أنه أنت بداية كل موسم كل نادي عارب شو هدفه سواء وحدات فيصل حسين جزيرة كل واحد عارب شو هدفه هدفك كان ضمن المربع الدهبي ونكمل للشباب الصغار ونطلحهم لسنتين ثلاثة ونقدر نلعب فيهم لما شافوا الفريق عم بيمشي وإحنا متصدرين دوري صار مطلوب الدوري أنا ما عندي مشكلة أنه أنا أجيب دوري بس أنا ما كملت الفريق عشان أجيب دوري أنا عملت لك منظومة أنه أنا أجيب من ضمن المربع الدهبي أنا كان جبتم 11 لاعب ما جبت البديل وما قدرت أجيب البديل وأنا لعبت سبع مراحل بدون محترفين سبع مراحل بدون محترفين جبوا لي مهاجم قبل المباراة الأخيرة نعم فالحكي أنه يجب على الإدارات أنه تعرف من بداية الموسم شو هدفها الهدف أنت شو بدك إياه جيب مدير فني خادر على أنه يوصلك للهدف تبعك مش أنا وأطلوب مني أنه أنا أثبت بس بهذا الفريق وبعد خسارتين لا سمح الله اتروح المدرب أو بعد فزين يصيروا تقولوا لا أنا بالله بدي مربع ذهبي طبيعا يومه جاب لك الفريق حسب هدفك فأنا بقترع على الأندي الأردنية جميعا احترام الشديد لكل الإدارات في منهم ناس فنيين ولكن معظمهم إداريين يجب أن يكون هناك مدير رياضي لكل نادي هذا المدير الرياضي هو حسب هدف الإدارة بيجيب المدير الفني وبجيب اللاعبين حسب الهدف المرصود إلى هذا الموسم أما أنت مطلوب منك بطل دوري أنا ما عندي مشكلة بجيب لك دوري وبنافس على دوري كله بيض رب العالمين ولكن الدوري بيضو عشرين لاعب بيضو أدوات بيضو بدلة بيضو محترفين بيضو معسكرات بيضو 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 كابتن بس الحسين جاب خمسين نقطة ولكن أنا زي ما بحكي لك لا لا جد يعني صدقا الحسين جاب خمسين بالنهاية ما أنا هل دكلمين يعني كان عبعد خلينا نقول نقطة ما هذا الدكلمين أو بعد مباراة يعني القصد القصد أنا بناقشك أنه الجماعة لما شافوا أنه أنت متصدر وصورت بدك دوري أو صاروا بدهم دوري شافوا أنه أنتوا قادرين تجيبوا دوري هل هذا الكلام ما عجبك ولا 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 وسبب الخلاف ولا خلاهم غيروا نيتهم لمدرب ثاني هلأ أنا ما الضبط ما بعرف شو صارت نيتهم هم خلاص تغيرت النية بنسبة لهم طموحهم صارت دوري أنا ما عندهم مشكلة يعني حكولك بدهم دوري آه طبعا صار بدهم دوري وإنت رفضت أنا ما رفضت أنا حكيت لهم الاتفاق صار واحد اثنين ثلاث أنت ما جبت لمحترفين أنا لما بلعب سبعة مراحل بدون محترفين ومتصدر دوري خاضر بين الذهاب ولياب أجيب محترفين وأخذ دوري ولكن أنت ما كملت لأدواتي صحيح ما كملت لأدوات وأنا ما عندي مشكلة أنا ما عندي مشكلة الحكي طب وين صارت النقطة اللي صار فيها الاختلاف أو خلينا نقول صارت استقالة أو إقالة أمجد يعني السبب اللي خلي أمجد يترك الفريق شوف لما أنت بتقول لي إحنا دافعين وجايبين لاعبين مميزين وأنا اللي جبتهم لاعبين أنا بالنسبة للاعبين كلهم مميزين ولكن أحياناً تقول لي الأداء مش عجبني محترام الشديد إذا بترجع بالذاكرة في بداية الموسم لا الوحدات ولا الفيصلي ولا الحسين كان عندهم أداء ما كان عندهم أداء بس في النهاية أنا متصدر دوري مش خسران ولا مبراه هلا بين الذهاب والإياب كملي المنظومة تبعتي بعدين حسبني هذ كان قرار إدارة ومع أنه الأستاذ عامر أبو عبيد حاول أنه أنا يرجعني أكثر من مرة ولكن بصراحة أنا شفت من مصلحة الحسين من مصلحتي أنه أنا أترك فيها الله خليلي موضوع عامر رح أسألك فيه بس عندي سؤال قبل هيك صار الاختلاف وصار وصار الفراق وثبت أنه كلام ممكن الإدارة إلى حد ما لو أنه بعدين صار فيه أحاديث أنه نحن خسرنا كان المفروض أم جديد يضل معنا اتضح أنه جابوا خمسين نقطة للحسين من وجد نظرك كيف حصلها الحسين ونافس لآخر أسبوع أنت أسأل سؤال ثاني أستاذ أنت جاوبني أسأل لي بدكية أنه أنت ليش ما أخدت دوري الحسين ليش ما أخد دوري أنت بعد الأسبوع السابع معلش يعني أنا أنا تشرفت في نادي الحسين ومبسوط جدا أنه نعمل تجربة في نادي الحسين ويعني بالنسبة لي كانت تجربة كثير كويسة أنت لما بعد الأسبوع السابع أنت متصدر دوري الأسبوع الثامن الكابتن عمار الزريقي الأسبوع التاسع المدرب تونسي الأسبوع العاشر وحادش 11 وحسين علاون أنت في أربع مباريات ضيحت الدوري أنت ضيحت الدوري أنا مبسوط أنه أنا كنت جزء من منظومة نادي الحسين وننافس على الدوري لآخر مرحلة أنا حطيتك عول الطريق أنا حطيتك عول الطريق وهذا كلام المهندس عامر أبو عبيد صحيح أنت في أربع مباريات حصلت خمسة من اتناش محترام الشديد للجزيرة أذل يضيع الدوري محترام الشديد للجزيرة وللسلط كان ترتيبهم 11 و12 في ذلك الوقت صحيح أنت لو كسبانها دولة المبارتين كمان أربع نقاط أنت ميخد الدوري فالحكي للإدارة ولكل إدارات الأندي حتى لو بدك تغير وتبدل يخي أعطي المدرب مرحلة الذهاب أقل ما فيه طيب بعدين حاسبه ليش رفضت تصرح في ذلك الوقت رفضت أنت تطلع في أي تصريحات بتخص سبب ابتعادك عن نادي الحسين هل كان عندك فكرة ممكن ترجع ولا لأسباب أنت بتحكينا إياها الآن لا 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 تجوز تحكينا إياها الأول مرة قلت لك أنا وصلت أنا والسادة عامر أبو عبيد وبالتراضي أنه إحنا نخلص وأنا ما طلعت إعلاميا وكثيرا طلب مني أنه أحكي احتراما لنادي الحسين لأنه نادي الحسين كان عم بنافس من هذاك الوقت لآخر لحظة في الدوري فأنا لو طلعت وحكيت أي شيء لا سمح الله ممكن صير الوضع لا مش كويس بالنسبة لي فأنا احتراما لنادي الحسين وإدارة نادي الحسين ولعبين نادي الحسين ظلت ساكت ما عندي أي مشكلة وأنا مبسوط أنه أنا كنت جزء من منظومة نادي الحسين في هذا الموصل وللأمانة أنا شخصيا توصلت مع الكابتن أمجد وحاولت أني أضغط عليه وضغطت عليه أنه يظهر إعلاميا وإنت رفضت قلت لي في منظومة ماشية ما بدأت أكون سبب في تعطيل لأنها أمانة بحكيها ورفضت أنت تحكي تماما نوعا من الحفاظ على المنتج اللي كان ماشي في الطريق السياح حفاظا على علاقة كمان مع نادي الحسين أنا علاقة معهم جيدة تتغزل كثير في رئيس نادي الحسين وأصريت على أنه هو كان وجوزه صرح من نفس الكرسي من هون أنه إلى حد ما ما كان راضي عن مغادرتك شو اللي صار فيه في تلك الفترة بالذات والله هو أدرى باللي صار بينه وبين الإدارة بصراحة ولكن هو الرجل رجل متفاهم رجل واعي عنده رؤية مستقبلية سواء لنادي الحسين أو للكرة الأردنية حاول أنه يرجعني أكثر من مرة في تلك الفترة خاصة بعد أول مباراة ما كانت مع الجزيرة ولكن أنا أقنعته أنه أنا أنه نخلص حاليا بالتراضي وصل هو أنه لا أنت بتحكي مظبوط لأنه أنا ممكن أرجع تصير الأمور مش كويسة لا إلي ولا للفريق فاختنع أنه نحن لازم نخلص وانتهينا الحمد لله رب العالمين طيب هل ممكن ترجع للحسين مستقبلا؟ والله قلت لك أنا مدرب أردني أنا مدرب محترف بتشرف في نادي الحسين وبتشرف في الأندي الأردنية كل هيتها ما عندي مشكلين نادي الحسين قلت لك نادي كبير جمهوره عريض يحمل اسم المرحوم الراحل الملك حسين الله يرحمه فيعني ما عندي مشكلة سواء بالحسين أو غير الحسين طيب الحسين آخر سؤال بما يخص تجربتك مع نادي الحسين كلمة أخيرة هل تعتقد أن الحسين بحاجة إلى مدرب محلي أو مدرب أجنبي في الفترة القادمة وين اللمسة الأخيرة التي يحتاجها الحسين حتى حتى يحرز ألقاب وأنت كنت في قلب المعركة أشوف الحسين الموسم الحالي جزء من أفضل الفرق اللي عندهم لاعبين بصراحة الوحدات الفيصل اللي معظم الفرق لعبيتها خلصت عقودها معظم يخلصوا عقودهم الحسين معظم اللاعبين موقعين سنتين العطار أتوقع جدد عقده وأثم القرشي جدد عقده باقي رواد أبو خيزران أتوقع وفارس غطاشة الفريق شبه متكامل بحاجة للاعبين ثلاثة محليين محليين وبحاجة لثلاثة محترفين على سوية عالية راح يرجع الحسين السنة حالية برضو ينافس محتاج مدرب محلي والأجنبي الحسين والله أنا دائما مع المدرب المحلي أنت لو كنت مكان مكان الإدارة الحالية شو بتختار بصراحة شوف أنا دائما مع المدرب المحلي ليش لأن المدرب المحلي عارف كل التفاصيل عارف اللاعب الأردني عارف نفسيته جرب محترام الشديد الوحدات جربوا بفييرا وجربوا بقوميز في النهاية طلعوا بكاس أردن ولكن برضو اللي صار مع الوحدات أربع ثلاثة أربع مرات غيروا المدربين ما كان موسم كويس بالنسبة لهم أنا مع المدرب المحلي وعنا مدربين محليين قادرين يقودوا الحسين لبطولة الدورة بترشح حدا أصعب لا كل المدربين خير وبركة ترجمة نانسي قنقر